تشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا كبيرا في العديد من المجالات واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبدالفتح السيسي ثمانون عاما مرت على تدشين العلاقات المصرية الروسية التي تشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة مع مرور السنوات فمن السد العالي وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألمونيوم وشركات الكيمويات إلى إنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس ومساعدة مصر في بناء محطة الضبعة النووية لا تزال العلاقات تكتسب زخماً جديداً أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي في عام 1943 فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 كانت مصر من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني واكتسبت العلاقات المصرية الروسية قوة دفع قوية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار وفي ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية حرص البلدان على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي كما يتشاركان في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وأيضا تحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية ترتبط القاهرة وموسكو بعلاقات عسكرية تاريخية على مدار عقود سابقة ومن أبرز محطات التعاون العسكري بين البلدين في العقد الأخير التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة خمسة بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية كما تعددت الصفقات العسكرية المصرية الروسية اقتصاديا بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار بزيادة تقدر بخمسة وثلاثين في المائة عن نفس الفترة من العام السابق ومثلت مصر الشريكة التجارية الأول لروسيا في أفريقيا بنسبة تعادل ثلاثة وثمانون في المائة من حجم التجارة بين روسيا وأفريقيا كما تحصل مصر على نسبة ثلاثة وثلاثين من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية ترتبط القاهرة وموسكو بتاريخ طويل من العلاقات السنائية والتعاون المصمر على الصعيد السياحي فالشوارع والشواطئ والمقاصد السياحية المصرية أصبحت عشقا للشعب الروسي حيث احتلت روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس في مصر البالغ عددهم نحو مليون سائح عام 2022 ومن المرجح زيادة أعدادهم هذا العام